اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا صباح يلا نرفع منعتنا ليه الناس اللي عايشة في ايطاليا وتركيا واليونان ما بيرحوش غرف اللي نعاش ليه امراض القلب هناك اقل من عندنا ليه هناك الشعر اكثر حيوية وانعمة من عندنا ليه الصوت افضل ليه الاداء العقلي عندهم افضل من عندنا ليه الاداء العضلي افضل من عندنا ليه امراضهم اقل من عندنا طلع ان الحاجة اللي بتميزهم الاكيدة هي زيت الزيتون والفواكه بشكل عام الطازية زيت الزيتون طلع مش هما بس تفوقوا في حكاية زيت الزيتون طلع انطلا زيت الزيتون كانوا يستخدموه اجدادنا القدامة وكانوا عارفينه وكان بيحمي المصريين القدامة من الامراض اللي بيجينا دلوقتي زي امراض القلب وتصلب الشرايين والسرطنات والساكلات الدماغية واحنا عارفين اغلب الامراض القاتلة حاليا بتوبة تنشئ عن مشاكل في القلب او في المشاكل الدورة الدموية زيت الزيتون في ايه في 77 مركب طيار تكسبه النكهة المميزة في غني مضاد اكسادة مش بس واحد او اتنين ده فيه 30 يعني بدل من نروح الصادلية والشري مضاد اكسادة غالي ومستورد غالي جدا الشري انا زيت الزيتون اللي فيه اصلا 30 مضاد اكسادة 30 مادة هتمنع السرطان 30 مادة هتخليني مجينيش التهابات كتيرة 30 مادة هتخليني اكتر مناعة مش هيبقى عندي نوع من تراكم الدهون الضارة داخل الجسم ولا داخل الشرايين هو هيديني دهون بس الدهون اللي فيه مفيدة جدا هتعليل الدهون والكلستيريوم المفيد وتنزل لي كلستيريوم الضارة فيه دهون غير مشبعة بتقللي نسبة الكولستيريوم بتساعد الحفاظ على المستويات المرتفعة من الكولستيريوم المفيد وبتقللي بعد كده من كل حاجة ضرريني من سكة الدهون فيه 4% بروتين يعني مغزي البروتين انا عايزه في رمضان عشان يرفع لي من المناعة عشان يفيد في بناءة الانسجة تجديد ما يتلف من الخلايا فيه فيتامين الف اللي بيرفع المناعة ويحافظ على بصر ويمنع للسرطان فيه فيتامين به اللي انا عايزه عشان عصابي ويبقى متزن في رمضان فيه فيتامين كاف اللي حيمنع للنزف ويحافظ لي على عملية التجلط فيه فيتامين هي بتاع الخصوبة والحيوية والزكاء والحفاظ على الزكرة فيه املح معدنية كالسام العظمي وسناني فيه منجنيز لانتاج الطاقة فيه منجنيسيا للهدوء ومنع السرطان وتقليق البروتينات فيه نحاس هم جدا للحيوية بتاعتي بشكل عام واللون جلدي وشعري وعيني وانتاج الحديد الانيميا عشان انا اقلي نفسي من الحديدية من الانيميا عشان اقلي نفسي من الانيميا انا عايز حديد وعايز نحاس جنبها نساعده وفيه كمان فوسفور مهم جدا للقوة الجسمية والفكرية وبيرفع من كفاءة تمثيل الغذاء عشان نستفيد باقصى قدر من الغذاء فيه فيتامين هي قلنا عليه مضاد للأجسادة مضاد للسرطانات ويحمي كمان فيتامين الف اللي هو مضاد للأجسادة ويحمي كمان فيتامين سي اللي هو اصلا مضاد للأجسادة كل الحاجات دي موجودة في زيت الزيتون يبقى في زيت الزيتون يبقى زيت الزيتون هيحميني من امراض القلب الاصابة من النوبات القلبية تصلب الشريين هيخفض ضغط الدم المرتفع يحمي الاصابة بالقرحة يحمي الالتهابات المعدة يقلم الاصابة بالسرطان الثج وسرطان البرستاتة وسرطان القلون مضاد حي وطبيعي يقين من الالتهابات بصورة مجانية مضاد حي وطبيعي يقين من الالتهابات بصورة مجانية مقوّل المناعة يقوّل بصر يساعد على النمو يفتح الشهية يسهل الهضم يمنع الانساك ينشط الكبد ويدر العصارة الصفروية الهامة جدا لهضم وامتصاص الدهون والفيتامينات التي تزوف الدهون يؤخر الشيخوخة يحمل النسيان يؤخر الزهايمر يمنع تساقط الشعر ويكسبه اللمعان والحيوية الحاجات دي كلها زيت الزيتون هناكلوا ازاي هناكلوا في ناس بتشربوا برافو عليهم في ناس بيحطوه على الصلطة كويس حطوه على الفول حطوه على البطاطس المسلوقة حطوه على اي حاجة تعملوها مع علاقة للصغار مع علاقتين للقبار واللي عايز يكتر مش حينضر في ناس احيانا بيت سخنوا بس لو سخنناها مش نسخنوا درجة حرارة عالية ودرجة حرارة معتادلة وفترة قليلة ويفضل ان هو ناكله بارد بدون تسخين ممكن ناكله كمان مع البيض المسلوق وممكن كمان عشان زيادة الحيوية ويتأخيري الشيخوخة ان احنا مش بس نشربه ان احنا ندهن وشنا بيه ندهن جلدنا بيه ده بيحافظ على الشيخوخة مرتين ثلاثة في الاسبوع هتلاقي الواحد بعد كده يبدو اصغر من عمره عشان زيت الزيتون زيت الزيتون من اغذية القدامة اجدادنا القدامة اللي احنا نسيناها والعالم فهلها ولازم نرجع لها مرة تانية لنا هتغنيني عن اللجوء الى الطب ولا الادوية المستوردة اللي ممكن تصدق جيوب الصائمين